نصف مليون شكل مصرفات بيت رئيس الحكومة في مدينة رعنانا أي في بيته الخاص تعرض نفتال بنت لانتقادات كبيرة حول حجم مصرفات رئيس الوزراء على منزله الخاص من الأموال العامة كما انتقد بنت بشدة بعد نشره ردا في حسابه على موقع الفيسبوك وفيه أكد أن المعلومات التي كشفتها الصحفية أيلا حسون حول المصرفات المبالغ فيها كان صحيحا القانونيا على ما يبدو ما عمله كان بإطار القانون ولم يخل بالقانون ولم يخرق أي قانون حسب ما رشح حتى الآن ولكن حسب رأيي جماهريا وسياسيا أخطأ لأنه أتى بعد رئيس حكومة أقلب التهم ضده كانت في هذا الإطار أو بدأت من هذه النقطة وربما كرهوا الشاب في إسرائيل بسبب هذا الموضوع ويأتي هو بعده ويقع في نفس المطب يعني يتطلب الأمر الكثير من الغباء السياسي لتكرار نفس الغلطة هجر نفتالي بنت البيت الرسمي في بالفور بحجج أن جهاز المخابرات العام طلب القيام بترميمات في المنزل لأسباب أمنية ومنذ عشرة أشهر لم تبدأ أي ترميمات في بالفور في الوقت الذي بدأت الاحتياطات الأمنية في بيته الخاص في مدينة رعنانة تزعج جيرانه وتضيق حياتهم بعد الخطأ الكبير الذي وقع فيه نفتالي بنت الآن هو يحاول أن يصلح هذا الخطأ عن طريق التزام والتعهد بأن لا يستعمل حتى خزينة الدولة وهو أمر مسموح له وأن يشتري كل المأكلات من حسابه الخاص هذا جاء لغطي على الخطأ الكبير الذي وقع به لا أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا على شعبيته ربما بالنسب ضئيلة نفتالي بنت يعني هو من عمق اليمين وهو مكروه من اليمين الإسرائيلي الكاسح في المجتمع الإسرائيلي نحن نحن نعمل في اليمين له غالبية عظمى في المجتمع الإسرائيلي وفي الكنيست والآن لأنه يترأس هذه الحكومة ليس بسبب هذه المأكلات لأنه يترأس هذه الحكومة على كل التعقيدات الموجودة بها ومشاركة اليسار وحزب عربي فيها كل هذا كافي لأن يكون مكروها الآن وأن يبقى مكروها وسيبقى منبوذا من اليمين الإسرائيلي ولن تقوم له قائمة في إطار حزب يميني بعد الآن إلا إذا انضم لاحقا إلى حزب مثل كحولفان أو ما شابه عندها ربما سيكون له مستقبل سياسي ما ولكن ليس في إطار حزب يميني يدعم من قبل اليمين الإسرائيلي أخطأ نفتالي بنت بعدم انتقاله إلى مقر رئيس الحكومة في بالفور وأخطأ باستخدام الأموال العامة لمصرفات تفوق قدرة المواطنين الذين يدير حكومتهم والذين وعدهم بتحسين حياتهم ولكن حكومته مستمرة في رفع الأسعار والمصادقة عليها وأخطأ أيضا عندما حاول تبرير صرف أكثر من 20 ألف شكل على الوجبات السريعة بمقارنة مصرفاته بمصرفات رئيس حكومة متهم بالفساد ترجمة نانسي قنقر